بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السمس والقمر بحسبان والنجم والشجون السودان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض معها العناب فيها فاشاة والنقل ذات الأكمال والحب للعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصال من كلف الخار وخلق الجن من ماره من نار فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصال نرجى البهرين وركبين واللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تشذبون وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تشذبون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلام والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبون يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تجذبون سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تجذبون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أبطاء السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تجذبان يرسلوا من أبطاء فبأي آلاء ربكما تجذبان فإذا انشقت الشماء فكانت وردة كالدهان فبأي علاء ربكما تكربان فيومه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي علاء ربكما تكربان يورف المجرمون بسيماهم فيوقذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكربان هذه جهنم التي يكلم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب عاد فبأي علاء ربكما تكربان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيما من كل فاتحة زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم فبأي آلاء ربكما تكربان 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 تبارك اسم ربك في الجلال والكرام أمننا أن ليس لك الله لا زمين